المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن فاستعد بالله وكذلك البسملة تكون عند قراءة الفاتح أو عند بداية قراءة سور القرآن معدى سورة براءة لأن البسملة آية أنزلت الفصل بين السور وهي آية بالإجماع من سورة النمل لكن بالنسبة للسور هي آية أنزلت للفصل بين السور فيقرأها الإنسان في هذا المقام والاستعاذ أيضا تكون من ما يخافه الإنسان مثلا من ما يخافه الإنسان مثلا أما أن يأتي الشخص فقبل الأذان يستعيد بالله تعالى نقول له أين الدليل فإذا قال أنا مخلص فيها لله قلنا له ما يكفي لا بد من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن زيد وبلال بن رباح وأبا محذورة وزيد القرض ومجموع عبد الله بن أم مكتوم هؤلاء المؤذنين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام المؤذنون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء علمهم من السلام كيف يؤذنون ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قبل أن تؤذنوا قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك الإقامة فالإقامة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينقلها الصحابة نقلا عجيبا ولم ينقلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال إذا قبل أن تقيم الصلاة استعدوا بسم قل أعوذ بالله من الشيطان هذه بدعة من البدعة لماذا لأن من يفعل هذا ويوظف الاستعاذة والبسملة قبل الأذان وقبل الإقامة فقد أتى بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وجاء في لفظ وكل ضلالة في النار ولذلك نبه أولئك المؤذنين الذين يستعيدون أو يبسملون قبل الأذان والإقامة وبين لهم أن الإخلاص في هذا لا يكفي لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان خيرا لفعله النبي ولو كان خيرا لفعله الصحابة ولم ينقل أبدا مع توفر دواع النقل يوميا خمس مرات يؤذن المؤذن في عهدنا سلم وخمس مرات يقيم ما نقل بأنهم كانوا يستعيدون أو يبسمنون قبل الأذان والإقامة والإقامة